كنت بتكلم من فترة على بعض العروض للعيب النادي الاهلي فجاءني رسالة من إدارة الاهلي إن المسألة دي في التوقيت ده ممكن تعمل لنا لغبطة في الفريق وإحنا عايزين المسندة تعليمات إحنا أصلاً ملوك المسندة مفيش مشاكل بس كان لازم كان لازم أوضح في البداية نقطة إحنا إنما كان الزمالك بياخد الدوري السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها كان نجوم الشباك هي لعبته وكان العروض دايماً بتيجي مع اللي بيكسب مع البطل النادي الاهلي بيعيش أفضل حالاته الفنية مفيش فيه لعيب خمسين في المية مفيش أنا بشرح لناس إشان الناس تفهم ليه فيه توقيت بيبقى عروض للعيب الأهلي وليه توقيت لعيب عروض الزمالك طبعاً بقيت الأندية بس مش بكم عدد النجوم اللي إحنا شايفينها قدامنا يعني مفيش نادي بيبقى فيه كم عدد نجوم طبعاً الزمالك عنده أزمة ولعبته الأمور يعني صعبة فالعروض لبعض اللعيبة زي زيزو تكلمنا عليها زي فتوح بعض اللعيبة اللي هي عندها سوى بتعود كده طيب أنا في الأهلي علشان المسندة وعشان الطلب أنا مش هقول تفاصيل ولا هقول الأسامي ولا هقول الصفقات ولا هقول أسامي الشركة النهاردة اللي اتفقت مع فلان أو اتكلمت مع فلان ولكن أنا هقول حاجة للتاريخ أنا هقول حاجة للتاريخ ويا جماعة أرجو للناس تستوعب الحاجات دي بتعلي قيمة فريق نادي الأهلي وتعلي فريق نادي الأهلي كل الناس تقول لك إيه ده بلاعب في سان داونز عايزين نشتري أما للعيب في النادي الأهلي نعمل إيه ده لاعب في النادي الفلاني في الدور العربي الفلاني أما لعيب في النادي الأهلي نعمل إيه في شركة في شركة جايبة عرض للاعب في النادي الأهلي العرض ده حيعلن عنه قبل نهاية الموسب قبل نهاية الموسب أنا مش عارف إمتى العرض ده حيتخطى السبعة مليون دولار العرض ده حيتخطى السبعة مليون دولار العرض ده حيتخطى السبعة مليون دولار واللعب ده مش الشناوي مش السلية مش ديانج مش محمد شريف مش محمد هاني عشان بس ايه الناس عشان الناس ما تروحش ايه فيه فأسامي عشان كلهم لعيبه كبار وكلهم لعيبه جمدين وكل حاجة في الدنيا الكلام اللي بقوله ده عشان تبقى الامور واضح لاعب واللعيبه اللاعب ده عنده عقد مع الاهلي لمدة سنين يعني اللاعب ده مش فريم مش اخر السنة مثلا الخبر ده هيعليه عن نادي لا لا خليه لا اللاعب ده ماضي في الاهلي سنين كتير يعني اللي حيبقى صاحب القرار البيع ولا لا هو النادي الاهلي بس بس هنا ارجو بس الناس تبعتلي على يعني الصفحة بتاعتنا وتبعتلي حتى على صفحة القناة اسم اللاعب عشان البصد ده في يوم الايام التاريخ بس يسجله عشان التاريخ يسجله وخليني اقول حاجة زي ما الناس بتقول هو مكسوني انظامه مكسوني انظامه هو الصفقات الاهلي وفيه كمان لعيبة في الاهلي بتجيب فلوس كتير وما كانش مدفوع فيها فلوس كتير الرقم ده ما سمعته في اللاعب في النادي الاهلي اللي استهل التحية على هذا الرقم هو إدارة النادي الاهلي يوم ما حيتعرف اسم اللاعب اللي الشركة دي متابعة انا مش حاوله هو عشان الاستقرار انا مش حاوله هو على الاستقرار بس انا بحيي إدارة الاهلي زي ما الناس بتوقف على اختيارات والصفقة دي فين والصفقة دي ليه والصفقة دي عشان ايه انت برضو في الاخر عندك لعيبة كبار بأرقام كبيرة جدا اندية حتى عنها عليهم وعلى فكرة تكملت المفاجأة الدور اللي رايح فيه اللعيب مش دوري عربي والأيام بيننا نشوف القصة